باعتبار النمسا مقبلة على انتخابات تقريرا في 29 من سبتمبر المقبل برأيك سعد سفير باعتبار قلت أن حتى المعارضة هي ليس لها تصريح إيجابي أو تصريح مناسب لإدانة الجانب الإسرائيل برأيك ماذا تحتاج النمسا لتعود فعليا أو لتكون متوازنة كما تراها السلطة الفلسطينية؟ شوف النمسا تاريخيا كان ينظر إلها كدولة وتحديدا في فترة الحرب الباردة لأنها دولة فعلا التزمت الحياد كان دائما لقاءات الدول العظمى تتم في النمسا بذكر لقاء بريجينيف مع جيمي كارتر في فيينا كثير من الصراعات الدولية شوفنا قبل بجوز ثمن سنوات حوارات حول إيران حول سوريا كان ينظر إلى النمسا كدولة محايدة وبالتالي ينظر لها الجميع كدولة تستطيع أن تلعب دور ماذا تحتاج لتعود لهذا الدور؟ تحتاج أن تعود إلى سياسة الحياد تحتاج أن تتوقف إلى أن تأخذ يعني تتبنى رواية طرف على حساب الطرف الآخر يعني الآن مع الأسف الشديد أنا كنت دائما عندما جئت إلى هذا البلد أقول أن النمسا مؤهلة لأن تلعب دور إيجابي في حل القضية الفلسطينية وفي الصراع العربي الإسرائيلي اليوم أعتقد أن النمسا أصبحت غير مؤهلة بتاتا لأن تلعب دور الوسيط في هذا النزاع بسبب تبنيها الكامل للرواية الإسرائيلية شالين بيرب بالأمس قال نحن لدينا علاقة تحالف استراتيجي أنا مش فاهم ماذا يقصد بالتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل بفهم تحالف الاستراتيجي الأمريكي هل تعتقدها نوع من عقدة نقص ما مثلا؟ أعرفش أنا يعني لما سمعت أنه لدينا تحالف استراتيجي مع شو يعني تحالف استراتيجي مع إسرائيل بالنسبة للنمسا أنا بفهم التحالف الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل فيه اتفاقيات أمنية فيه اتفاقيات عسكرية فيه صناعات عسكرية مشتركة برأيك فعلا هذا التحالف ماذا ممكن أن تقدم النمسا لإسرائيل يعني بس بالتالي أنا مش فاهم شخصيا أنا مش فاهم ما قصد وزير الخارجية بعلاقتنا وتحالفنا الاستراتيجي مع إسرائيل ويعني ذكرها في سياق أنه ليس فقط من أجل التاريخ صدوء المحرقة إنما هناك علاقة استراتيجية ما بيننا وبين إسرائيل لكن لم يفسر ما هي العلاقة الاستراتيجية يعني الدولة أنا مش فاهم لأن النمسا مع كل احترام الشديد للنمسا هي بالمقيس الأوروبية هي دولة صغيرة يعني اقتصاديا هي دولة صغيرة هي دولة صغيرة عضو في الاتحاد الأوروبي لا أكثر ولا أقل بالتالي أن يتحدث عن علاقة استراتيجية بين النمسا وإسرائيل أنا يعني بصدق مش فاهم شو هي العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والنمسا